اختتم الدول مجموعة السابح في بياريتس قمة هيمنت عليها المخاوف الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بدون أن تحقق حتى الآن نتيجة على صعيد مكافحة النيران المشتعلة في غابة الأمازون البرازيلية وعاش منتجع بياريتس جنوب غرب فرنسا آخر ساعاته في ظل التدابير الأمنية المشدد المتخذة بمناسبة قمة مجموعة السابع التي اختتمت بسلسلة مؤتمرات صحفية عقدها القادر مجتمعون منذ السبت الماضي وعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل مكخون الذي استضاف القمة مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس الأمريكي دوناد ترامب أشد معارض النهج التعددي الذي يستضيف القمة المقبلة للمجموعة وأظهر الرئيسان خلال الاجتماعات في نهاية الأسبوع الماضي تصورين مختلفين تماما لما ينبغي أن تكون عليه قمة لمجموعة السابع فعقد ترامب اجتماعات ثنائية تركزت محادثاته على الاقتصاد والتجارة فيما بذل مكخون جهودا لمعالجة أزمة حرائق الأمازون ومن المواضع التي جرى بحثها بشكل مطولين الحرب التجارية الأمريكية الصينية التي تثير قلق القادر المجتمعين خشية أن تدفع الاقتصاد العالمي المتباطئ إلى الانكماش لكن ترامب بقي على موقفه المتسلب مستمرا في نهج المواجهة مع بيجين وأكد أنه إن كان نادما على أمر فعلى عدم فرض رسوم جمركية على البضائع الصينية المستوردة وبالنسبة لمسألة حرائق الأمازون التي أضف مكخون لجدول أعمال القمة في اللحظات الأخيرة مثيرا أزمة مع الرئيس البرازيلي جايير بولوسنارو المشكك في حقيقة التغير المناخي لم يصدر أي إعلان عن تدابير عملية حيال الكارثة رغم تنأولها خلال مناقشات قادة السابع كما لم يتم إحراز يتقدم حول موضوع فرض ضرائب على شركات الانترنت العملاق الأمريكية وهو موضوع خلاف حاد بين فرنسا التي أقرت دريبة على إرادات هذه الشركات على أراضيها والولايات المتحدة التي تهدد بالرد بفرض رسوم جمركية على النبيذ الفرنسي وعلى صعيد آخر شكلت القمة التي ضم مكهون إليها عددا من الدول من خارج نادي السابع سعية لتوسيع آفاقها أكبر جولة أفق بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني جديد بوريس جونسون في وسط المفاوضات الجارية بين بلاده والاتحاد الأوروبي حول شروط بريكسيت المترجمات لكي تهدد بشكل جيد المترجمات لكي تهدد بشكل جيد